من صور الكذب أيضا الكذب المتعلق بالشائعات الأخبار اللي بتنتشر بينا وبين بعض كانت شار النار في الهشيم في لحظة خبر ينتشر بين الناس وتيجي تتأكد أو تتبين تلاقي انه كله كذب في كذب ودي همسة في أذن كل صحفي وفي أذن كل كاتب اتق الله سبحانه وتعالى فيما تكتب وقع في يوم من الأيام تكون بتكتب حاجة كذب لنصدقني العقوبة عند ربنا مش هتكون سهلة في سنة من السنين في سنة من السنين كنت مفصل صوت الأنفال في المسجد المسجد عندي وبعد ما خلصت يومين ثلاثة رايح زيارة الوالدي فقال لي يا ابني هو في ايه المشكلة والدنيا تقلبت وحصل من شكل كبيرة جدا في الوقت ده فرح تقول له في ايه قال لي خد الجورنان شوفه ووفجأ ان الجورنان فيه مقال كامل شيخ في مسجد كذا في المنصورة بيدرب الشباب على الجهاد وكيفية قيادة الدبابات وكيفية توزيع الغنائم انتم متخيلين متخيلين ان كاتب يشوفني بفصر صورة من القرآن يطلع يحول الكلام لهذه الصورة طبعا حصلت كارثة كبيرة في هذا الوقت لو لا فضل الله سبحانه وتعالى همسة في اذن كل كاتب وفي اذن كل صحفي ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع وقال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الكذب ان يحدث بكل ما سمع اتق الله وياك في يوم من الايام انك تكذب على احد في مقال او في جريدة وهمسة في اذن كل الشباب اللي عاديين ليه النهار على الفيسبوك بالله عليكم قبل ما تنشر خبر من الاخبار خد بالك ان ممكن الخبر ده اللي انتشر كذبا ان ممكن يكون الخبر ده مش هقولك اذى الانسان ده ممكن يكون الخبر ده يعني يهدي كيان دولة وهذا كليكم موقف وانا في تانية عدادي تلتة عدادي طلعت اشاعة كنا راحين للمدرسة الصبح طلعت اشاعة ان النيل فيه تسمم وان مصنع كبير عندنا في المنصورة حصل فيه تسريب والتسريب ده نزل على النيل والنيل فيه تسمم ومحدش يشرب من المياه من الحنفيات الا هيشرب هيموت عايز اقول لكم بس نموذج صغير من اللي حصل في اليوم ده ازازت المياه من 2 جنيه وصلت لـ 30 جنيه الكلام ده من 25 سنة ازازت المياه من 2 جنيه وصلت لـ 20 و 30 جنيه ونفاجأ ان عربيات المياه طبعا التجار بدي يجيب عربيات مياه من القاهرة طبعا ويستورده من المدن الحوالينا العربية هي جاية الناس كانت بتتقاتل علشان ازازت المياه وفي الحقيقة ان الخبر ده كان خبر مجذوب ما كانش صح كم من الناس تم ايذاءها بسبب حاجة زي كده وكم من الناس حصلتهم مشاكل بسبب حاجة زي كده والسبب في ذلك خبر في يوم من الايام ناس نقلته وهو كذب وناس تانية سمعته ولم تتبين ولم تتحرى ولم تستوثق اصلا تكون النتيجة كوارث وازمات تهز امم بسبب كذبة في يوم من الايام ممكن تكون حصلت وده اللي بيخلينا دايما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على النوع ده من الناس الناس اللي بتنشر اخبار وتكون الاخبار دي كذبة يترطب عليها يعني زلزلت كينات وامم ومجتمعات قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا نائم اذ رأيت رجلا مضجعا على قفاه على رأسي رجل معه كلوب من حديد الكلوب من حديد عارفين السنارة بتاعة السمك ده اسمه كلوب الكلوب الحديد ده اللي من حط فيه الطعم عشان السمكة يدخل في السمكة ده اسمه كلوب يشرشر يعني من فمه حتى يصل الى قفاه ومن انفه حتى يصل الى قفاه ومن عينه حتى يصل الى قفاه متخيلين البشاعة بتاعة المشهد فيذهب الى الجانب الاخر من فمه حتى قفاه ومن انفه حتى قفاه ومن عينه حتى قفاه كل ده بيتقطع فيعود الى الجانب الاخر وقد التائم فيفعل به كما فعل في المرة الاولى فقال النبي صلى سلم للملك ما من هذا؟ قال هذا هو الرجل الذي يجذب الكذبة تبلغ الافاق واحد في يوم من الايام يجذب كذبة هذه الكذبة تبلغ الافاق اذا دي رسالة وهمسة في اذن كل شاب من ابنائنا وبنت من بناتنا يا جماعة خدوا بالكم ان الخبر اللي ممكن في يوم من الايام ننشره وينتشر بين الناس يعمل مشكلة كبيرة جدا لان الاسف احنا نشرنا الخبر ده بدون ان نتأكد وبدون ان نتثبت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع اي حاجة نسمعها نتكلم فيها وممكن يكون هذا كذب وخدوا بالكم ان في الوقت اللي انا هنقل فيه خبر مجذوب حتى لو انا مش عارف ان ده مجذوب بكون انا واحد من سلسلة الكذبين اللي عملين ينقلوا هذا الخبر